هنقول صباح الخير بما أننا هنعمل السموزي أحلى وجبة تاخدوها على الفطار وليه اخترت لكم السموزي الشوفان كبديل وجبة الفطار سواء في رحلة التخصيص أو كأسلوب حياة صحي اخترت لكم المكونات بتاعتها بعناية هشرح لكم ليه السموزي الشوفان يعتبر من أفضل الوجبات الصباحية وهيعمل معنا إيه فما تنسوش لايك وتشتركوا في القناة ويلا بينا أول سموزي معنا هنستخدم معلقتين من الشوفان معلقتين آآ كبار طبعا الشوفان من أحلى النشويات المعقدة اللي تقدروا تستخدموها في نظامكم هستخدم حوالي خمس حبات من عين الجمل وثلاث حبات من الطمر وححط عليهم مية أغطيهم بس بمية لغاية لما يعني عايزهم يطروا معايا والشوفان يشرب المية ويطره علشان نقدر نضربه في الخلاط ده بعد عشر دقايق بالضبط هجيب الخلاط بتاعي هحط فيه المكونات آآ اللي أنا قلت عليها كلها مكونات رائعة جدا علشان نبدأ يومنا بنشاطه حيوية هستخدم موزة آآ الموزة آآ يعني كانت آآ مش مش جديدة قديمة شوية وحستخدم معلقة من بزور الكتان وحضيف عليهم كوباية من المية أنا مستخدمتش الحليب لو عاوزين تستخدموا أي نوع حليب براحتكم بس أنا حبيت أعمله لكم بدون حليب ولو أنت نباتية استخدمي حليب جوز الهند أو حليب اللوز هضربه في الخلاط ضربة كويسة وبعدين حبدأ أحطه في الكوباية بتاعتي أنا زينت الاسموزي ده بشوية من الشوكولاتة الدرك كده حبيبات باشتريها درك علشان بس تديني الشكل وتديني طعم الشوكولاتة شوية ممكن تزينوها بأي حاجة بشوية من المكسرات ممكن ما تزينوهاش أصلا يعني دي حاجة يعني حرية شخصية وحسب المواد المتاحة عندكم سموزي الشوفان الشوفان لوحده بيقلل من مستوى الكولوسترول الدار ده في الأول تاني حاجة بدينا نسبة من النشويات المعقدة اللي الجسم محتاجها آآ كمان الوجبة الفطار دي تعتبر من أفضل وجبات الفطار اللي نقدر ناخدها لو إحنا بنتمرن يعني أول ما نصحها بنحضر الاسموزي دوت وبنشربه وبعدين بنبدأ نتمرن الاسموزي رقم اتنين هيكون بنكهة الشوكولاتة هستخدم برضو معلقتين من الشوفان وهضيف عليهم سبع حبات من اللوز تقدروا يعني تغيروا نوع المكسرات ممكن تستخدموا السوداني عايزي هغطيهم بالمية زي ما عملنا في الحركة الأولى لغيت لما يتشربوا تماما وممكن تشيلوا القشر من اللوز أنا ما بشلهوش يعني بسيبوا زي ما هو هحطوا بقى في الخلاط هضيف عليه معلقة من آآ زبدة الفول السوداني الطبيعية بدون سكر تمام وحستخدم معلقة من دبس الطمر آآ أنا حبيت أغير لكم في التحلية لو هتممكن تستخدموا طمر عادي ممكن تستخدموا سكر هضيف معلقة ممسوحة من الكاكاو وحغطي المكونات بتاعتي بالمية برضو تقدروا تدعموها ببزرشية أو بزر كتان دفت معلقة صغيرة كمان من الشوكولت شيبس الدارك هكونا عملناها مع بعض قبل كده هضربها ضربها في الخلاط أنا ما ضربتهاش قوي علشان بحب الحاجات اللي جوه تقرمش معايا وأنا بشربها عاوزينها ما يكونش فيها أي قطع اضربوها كويس في الخلاط ده هيكون بناكة الشوكولاتة معنا أنا بقى زينت الاسموزي ده بيه شوية من الكاكاو البودر وحطيت كمان من فوق كده شوية من آآ شوكولت شيبس آآ برضو دي حرية شخصية ممكن ما تزينهوش في الأغلب يعني احنا مش بنزينه بنبقى بنخلي الموضوع أسرع لو احنا في البيت بس انا حابقى عاملكم شكل الاسموزي آآ يكون كامل ويكون شكله حلو آآ الاسموزي الاتنين اللي انا اخترته لكم بمكونات صحية مية في المية آآ استخدمنا مثلا آآ زبدة الفول السوداني او اللوز او عين الجمل دي كلها مصادر للدهون الصحية وقومي جسري الجسم بيحتاجها بشدة جدا على فكرة بتساعد على الشبع لفترة اطول يعني دايما لو انتوا عاوزين تنزلوا وزنكم ومش عاوزين تحسوا بالجوع دعموا الوجلة بتاعتكم بمجموعة من الدهون الصحية ومجموعة من المنكسرات غير المملاحة اقصد المنكسرات النية وخاصة اللوز وعين الجمل وعندكم كمان الفول السوداني لما نستخدم موزة على آآ اول ما نصح من النوم مع الاسموزي ده هيدينا باور حلو خاصة لو بنتمرن او بنعمل تمارين مقاومة هيخليه التمرين آآ مدته تكون اطول وحتى يعني حتى تجنبه ان يكون فيه اصابات او قلم بعد التمرين آآ خدنا مجموعة من النشويات الصحية مجموعة من الدهون آآ الصحية شبعة اكتر فايدة وقيمة غزائية آآ علشان كده السموزي شوفان من افضل حاجة تاخدوها على وجبة الفطار لان عدد الصهارات الحرارية بتاعتها قليلة جدا وفي نفس الوقت مكونات اعتقد متاحة في كل بيت وسهلة وسريعة وهتحسوا معها بنشاط مش ممكن آآ وتركيز انتو اشربوا وجربوا وقلولي رأيكم في الكومنتات ايه آآ كمان ممكن اقدر اعملكم سموزي شوفان باشكال كتيرة بس انا فضلت لكم الاتنين اللي انا دايما آآ بعملهم متنسوش تعملوا لايك علشان غيركم يستفيد لو لكم اقاية السفصار سبهولي في الكومنتات وباي باي